لا يسمح الغيور لأي أحد بالاطلاع على عورات نسائه فجسد المرأة عزيز شأنه عند كل غيور ولا تسمح المرأة رفيعة الشأن الكشف عن عورتها أمام كل من هب ودب فهي جوهرة ليس لأحد مساسها حتى في أشد الأعذار ولم ترضى حتى المرأة السوداء أن يتكشف شيء من عورتها رغم مرضها ولم تتداوى نساء العصور الذهبية عند أي رجل بل لم يحجم أمهات المؤمنين إلا غلام صغير لم يحتلم بعد فما بالنا اليوم رغم انتشار الطبيبات والممرضات أكثر من أي وقت مضى سرنا نرى من تأذن لرجل أجنبي عنها بفحص عورتها بكلتا يديه يفحص ويرى دون رقيب أو حسيب بل لو أن أخاها ابن أمها وأبيها فعل هذا الفحص لتهم هل انقرضت الطبيبات والممرضات حتى تسارعن إلى الرجال؟ أم إن ذلك الرجل نبي مرسل أو عبد ملهم؟ فإذا كان الرجل يفتن بالاستماع إلى أوصاف النساء فكيف برؤيته لهن؟ ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم مس يد امرأة لا تحل له حتى في آكد المواقف عند البيعة وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها موقع لينور الإلكتروني www.linor.com